خلينا نكتب سيناريو أو نعلم الناس إزاي ممكن تكتب سيناريو وهدف قصة السيناريو ده صيد سمين نكتب أو نبدأ نكتب المشهد الأول نحدد زمنه بليل دخلي لأ خليها ليل خارجي أحسن ليل خارجي ضلمة بقى وشوارع مظلمة أوكي المكان نختار عاصمة عربية بيروت لا 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 عمان في الأردن عمان أقولك بيروت أحسن شوارع برضو بالليل حاجات كده أوكي يبقى ليل خارجي عمان عمان ونخلينا الهدف الهدف حسن نصر الله اسمع 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 من الأول اسمع المشهد الأول المشهد الأول ليل خارجي مطار بغداد في العراق عملية عسكرية تستهدف صيد إيراني ثمين الصيد نزل على أرض العراق من الطيارة ركب عربية ثم يركب السيارة ثم فجأة تظهر طائرات مسيارة في سماء بغداد تقصف الصيد السمين هيل ده مشهد رائع أوكي المشهد الثاني المشهد الثاني نهار خارجي المرة دي بقى طهران طهران نرى ملايين تتحرك في شوارع إيران يتقدمهم يتقدمهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خمنئي وسط الملايين يشيعون جنازة الصيد السمين هيل ده مشهد هيل جدا ثم لقطات من أخبار من الجرائد وهي تعرض مخاوف وتهديدات بقيام حرب عالمية ثالثة هيل هيل اللقطة كبيرة على الحاجات دي نيجي للمشهد الختامي المشهد الثالث زي ما كان المشهد الأول ليه الخارجي وفي نفس توقيته بالضبط المشهد الثالث هيبقى كده وبرضه في العراق المشهد الثالث ليه الخارجي قاعدة عين الأسد العسكرية عملية عسكرية إيرانية في نفس التوقيت اللي كان فيه المشهد الأول ونرى صواريخ إيرانية تستهدف قاعدتين توجد بهم قوات أمريكية في العراق ثم لقطات على أخبار لبعض الجرائد ترامب يجتمع بالبنتاجون ترامب هيلقي كلمة بعد قليل الزهب في أعلى مستوى من سبع سنين أسعار النفط والبرصات وإلغاء رحلات الطيران جواد ظريف وزير خارجيات الخارجي الإيراني رد طهران على اغتيال الصيد السمين سليماني انتهى ولا نسعى للتصعيد أو الحرب ونروح لأمريكا ناخد مسؤول أمريكي بيقول يكشف انذار مبكر أنقذ جنودنا من الهجوم الإيراني على عين الأسد ثم لقطة على تغريدة لترامب الرئيس الأمريكي يقول بيقول كل الشيء على ما يرام أطلقت من إيران أو اطلقت من إيران على قارتنا عسكرين في العراق تقييم الخسار والأضرار للتحدث الآن حتى الآن جيدة جدا لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزا جيدا في أي مكان في العالم إلى حد بعيد سأدلي ببيان صباح الغد وألغى كلمته نروح لواحد تاني مثقف اسمه حسين أو علي حسين بكير بيفسر اللحاصل فبيقول أن رد 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 بتاع إيران كان لحفظ ماء الوجه لحفظ ماء وجه إيران حتى الآن التزمت إيران تماما بالخطوط الحمراء الأمريكية لم تضرب قاعدة أمريكية لكن كانت ضربت قاعدة عراقية لم تضرب مكان أمريكي لكن كان المكان هو أرض عراقية لم تسقط قتل أمريكيين حتى الآن التقارير تفيد بعد موجود قتل أمريكيين علما أنها عرضت حياة أو عرضت حياة جنود عراقيين في القاعدة للخطر ثالثا الصواريخ المستخدمة فشلت في صبت الهدف أربعة صواريخ فشلت في الإطلاق واحد سقط بالخطأ بالقرب بمطار أربيل هناك تقارير تشير أو أشرت إلى سقوط طائرة أوكرانية ومقتل جميع ركبها ربما تكون طهران قد أصبتها بالخطأ أيضا النظام الإيراني يعرف حجمه تماما ولا يريد الانتحار سمح له بالرد لحفظ ماء الوجه وبكده ممكن نعمل ننزل السطارة كده الثلاثة مشاهد خلصوا والمسرحية خلصت كده يا علي ممكن تنزل لوحة النهاية نزلها لو عايز وقت احنا قدام مسرحية بمشاهدها الثلاثة ومشا تخرج منها غير بأن الأنظمة اللي بتحكم العالم واللي بتولينا بيها اليومين دول أنظمة بتتلعب بالشعوب علنية أنظمة بتلعب عليهم بأفلام فيك زي دي أنظمة بتقعد تألف مشاهد عبيطة زي دي أنظمة مش وقدة بالها إطلاقا إن المشاهد دي اللي قاعدوا يكتبوا فيها وينفزوها بالليل كانت بتقلق عشرات الملايين من أبناء الخليج ده كان ده شكل علني مش في تحت التربيزة ولا من وراء استارة ده التمثيل بقى كده عيني عينك يا حضرات اللعبة بالشعوب بقى عيني عينك زمان كانوا بيستخبوا ويبردوا فينا ويسخنونا ولا كأننا لعبة إنما دلوقتي بقى عيني عينك مش مهم حياتك مش مهم حياتك تطلق بط تقلق تضيع تموت مش مهم حجم الزعر والخوف على المستقبل لإخواننا في الخليج والمقيمين في بلادهم ولا مئات الرحلات بتاع الطيران اللي اتلغت ولا لحياة الألاف اللي اتعطلت وهم واقفين يتابعوا طول الليل لحد النهار ما طلع اللي بيحصل في الخليج مش مهم كل ده الأنظمة سواء في إيران أو في الأمريكان عند الأمريكان يعني أو حتى في الخليج أو حتى عند بلحة السيسي كلهم بيلعبوا بالشعوب ويسيبوهم كده بيبقوا حيز بيس يعني اسأل المصريين لسه مصرحية زي دي شايفينها تسخين وحجد للحرب في ليبيا وهندافع عن الأمن القومي وبعد شوية بعد ما الناس تسخن والممسنين يطعوا يكتبوا لا 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 ما فيش حرب ولا حاجة أصل السيسي حكيم طبيب واللغبطة والقلق والتوتر اللي الناس عيشا ما روش أي تمن لا خلاص غيرها في غيرها تعيش وتاخد غيرها هي دي المصرحية اللي كانت مبارح المصرحية كان شعارها الحقيقة بعد كل اللي حصل وبعد المتابعات الدقيقة وبعد القلق اللي كانت عيشها دول الخليج وسكان الخليج كان شعارها أنه خسائر محدودة ونصر منقوس أنا ضرب تركو قاسم سليماني أنتوا عايزين تردوا عشان الشعب بتاعكم اطلع يضرب كام صاروخ في حتة كده وعين الموضوع خلص وبعدين إيران تقفل على الموضوع وتقول الرد كان متوازن وبعدين ترامب يقول لك كل شيء على ما يرامب مش انصعت حاجة خلص خلص أنا خبطتك بالألم أو بالشلوت وانت ردتلي بشتيمة وخلص مش خطعها أك خلص تقتصر لكن الملايين اللي كانت قاعدة مبارح على تويتر وعلى السوشيال ميديا من سكان الخليج تحديدا ما لهمش أي اعتبار عند الناس دي الناس اللي كانت بتعمل تفكر مبارح يا ترى لو الحرب قامت هنروح فين المقيمين داخل الخليج اللي كانوا يفكروا لو الحرب قامت في الخليج هنعمل ايه مبارح كان فيه تهديد رسمي من الحرس السوري الإيراني بانهم هيدربوا دبي انت متخيل تهديد رسمي هندرب دبي تخيل سكان دبي كانوا عاملين ازاي وفي الآخر طلعت الحكاية كلها مصرحية ونزلت السطارة وتكتبت النهاية وخلصت القصة الشعوب يا حضرات ملهاش اي اعتبار عند الانظمة وده درس يعلمك كويس قوي انك ما تتحمس قوي وما تاخدش موقف النظام قوي لانه احتمال كبير النظام بيكون بيعمل عليك تمثيلية عشان يبردك تعيش وتاخد غيرها